لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات بحلقاتنا يوم الخميس ونبرزها وحقيقة ضيفتنا اليوم من زمان احنا كنا طامحين ان نرتب هذا اللقاء واخيرا زبط التأخير اللي صار حتى رجعنا لكم بهذا الفاصل الموسيقي اكيد مش مسؤوليتها هي مسؤوليت زيد زيد لحاله انتم كنتم متوقعين ان اقول مسؤوليتي لا هو مش مسؤوليتي مسؤولية زيد ويتحملوا كاملا اهلا وصالة دكتورة ميرفا تمهيرات سعد صباحك صباح الخيرات نشمية اردنية هذه بالصفة العامة وهذا هو سبب خلينا نقول دعوتنا لها لمشاركة حلقة اليوم مش بكونها نائب مدير مدينة للشؤون الصحية والزراعية الصحية والزراعية صحة وزراع اولا شو يعني الماء والخضراء والوجه الحسن يا اهلا وسهلا ومرحبا اه يعني ادركنا وقت الفاصل فهذا يعني منيح حتى نستعد وننطلق واتذكروا بانه حلقاتنا الخميس ايضا اه مرتبطة ارتباط وثيق باقتراحاتكم اللي نتحدث فيها وبتشاركنا فيها ضيفتنا العزيزة بصفتها الخاصة كميرفاتم هيرات انسوا موضوع امانة عمان لسنا بصدد فتح باب لتلقي شكاوى ولا خدمات وان كنا اذا رصدنا اي شيء نمرر لاخواننا بالامانة تواليا وحقيقة ما بيقصروا معانا ما القمهور عاوز كده القمهور عاوز كده عاد مش اليوم شو نساوي نبدأ هذا اللقاء والاشتراك بحلقة هذا اليوم دكتورة يعني احنا انا في عندي تحفظ دائما على ما بعرف هي مقصودة ولا غير مقصودة دائما احنا بتلاقي لما بنحكي عن المرأة الاردنية على سبيل المثال وخير ما نتحدث عن المرأة الاردنية شروع حضرتك كثيرات في البلد ولكن للأسف ما بعرف هل هذه مقصودة ولا غير مقصودة ولا احنا هذه حيلتنا مش قادرين نطلع منها الصندوق دائما ابرازنا بانه والله بساوي بساط بكبس زيتون بكبس جميد بعمل مخللات بطرز بساوي بسط بساوي طباق ما في عنا خلينا نقول مشروع نهضوي اعلامي يجي يقول والله المرأة الاردنية في عنا سين صاد عين لام دكتورة ميرفا تمهيرات انسانة صار لا كم سنة مضت عليك بامانة عمان بده يصير لخمسة وعشرين سنة نحكي خمسة وعشرين سنة مع زملاء بموقع بمؤسسة بادارة اساسها خدمي ارضاء الناس نعم صحيح؟ نعم هذه مش مهمة سهلة فالسؤال انه ليش ما بيكون في عنا عناية وتولي لابراز انه والله في عنا قيادات اردنية نسائية انا بحس بهذا الشعور لحالي سكان المريخ ولا فعلا هو موجود اول اشي يسعد صباحك الله يسعد الصباح ويسعد صباح الاخوة اللي بيشهدونا واللي بيسمعونا طبعا اكيدوا والشباب بيعطيهم العافية انا بدي اقول يعني يمكن هي صورة نمطية صارت يمكن بداية انه بدي نشجع المرأة انها تشتغل كان موضوع تغيير مفهوم المرأة انها تطلع من البيت وتشتغل بموقع قيادي قبل خمسة وعشرين سنة كان شوي كثير قديل يعني لكن نحكي من خمسة وعشرين سنة وطالع وعشرين سنة وطالع الكل تغير هلا بتلاقي باحثات اخذوا جواز على مستوى العالم عملوا اختراعات عملوا عمليات طبيبات عملوا عمليات جراحية على مستوى العالم وكانوا رقم واحد لا في قصص وقصص مش نجاح قصص ريادية على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي على مستوى الأردل هلا زي ما حكيتهم كما فيه تركيز صح ما في تركيز عليها لأنه إحنا منعتقد أنها المرأة فقط اللي هي اللي مغلوبة على أمرها اللي بتتشتغل من بيتها اللي ما بدها تطلع على شاس يعني زوجها مانحها أنها تطلع ما عندهاش الشخصية يعني مع أنه أكثر الناس متعلمات مش بس هيك قدراتها الإنتاجية قمة مداها يعني الفلك أقصى نقطة تدور فيه إنها تساوي طبق من إسلاك تبعات تلفونات هذول ليش؟ لا هو مش ليش أنا بدأ أقول لك هلأ أكثر يمكن متعلمات وأنا دائماً بحكيها بقول بدام الست رضيات تطلع من بيتها وتتعلم وتدرس ترجع بوظيفة وأنا بحكي بمثال وظيفة عامة بتكون بدها تتوظف بدها معلمة بحترامي لكل الوظائف لكن الصورة النبطية خلاص بدها تكون في وظيفة محصورة في قالب بيتها وقالب إنها ما تطلع منه نهائياً يعني بدها تظلها موجودة جوة البيت ما تنفتحش على العالم الآخر فبالتالي هي بتدور على وظيفة أو مهنة أو تمارس أي شي جوة هالدورة هاي أو جوة هالحلقة هاي ما تطلع منها نهائياً ما بدأ تطلع منها ليش؟ ممكن المجتمع إلو دور ممكن العيلة إلها دور العشيرة إلها دور بأمانة الرجل الأردني هل يساهم بأن تكون هذه الحلقة محكمة تخنق المرأة ما تقدر تتعداها؟ ولا إحنا نتوهم والرجل الأردني داعم لنا يعني والدك أهلك زوجك ابنك عنده الفكر أنه لا أنا فيه متعلق بإنسانة عندها القدرة فبكل أمانة نتهم بأنه إحنا كذكور أردنيين لا من الناس اللي نفضل أن نحكم هذه الحلقة نخنق المرأة نخنق البنت وهذه حدودك بس خلاص لإعتبارات مش عم ناخذ فيها سعا جاوبيني على هذا السؤال بصراحة تنين يعني أنا بدأ أحكي عن تجربتي يعني أنا أكيد عندي والدي وبحيي الصبح وبقول الله طول بأمرك بالصدق يمكن الوالدي كان دائما رباني ما رباني على أنه فيه ذكره أنثى عنه في البيت ما فيه بنته ولد لا 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 ما فيه هذا الحكي نهائيا بتقدري يعني بتقدري بحاسبني زي زي إخواني أنا وإخواني الذكور نفس الشي الرجل الأردني إلي دور عشان نكون صادقين يعني إذا وزوجي كمان دعمني يعني أنا كملت ماجستيرين وكملت دكتوراه وكنت متتجوجة وعندي أولاد بس برضه كمان هو دعمني يعني لو دعمه يعني ما أحكم على حلقة ما أحكم على طموح عندك طموح بحقق ماجستيرين ودكتوراه طب أنا السؤال فهو دعم يعني الرجل الأردني بدعم إحنا إذا كنا يعني سياسة الاتهام تشمل الجميع هذه غير عادلة لا هي غير عادلة وبالمقابل برضو أنا كمان السبب يعني بمعنى بدأ أحكي أنا ست نمط تفكيرك مختلف غير نمط تفكير مختلف كل واحدة فينا عندها طموح ما تحكي لي حتى المتعلمة ولا مش ما عندها متعلم عندهم طموح عندنا طموح بدنا نحققه أكيد هذا الطموح إذا أنا ما سقيته ما غذيته وطلعت فيه ولقيت رعاية من اللي حوالي أكيد ما بقدر أوصل بصدق إحنا كمرات كتير بنكون ضعاف بحق نفسنا يعني إحنا ما بنحب نطلع من الصورة النمطية اللي إحنا تربينا عليها أو اللي شفناها أو 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 ما بنحب تغيير أو ما بنحب نغامر أو ما نروح على الطريق الأسهل فالمعادلة فيها طرفين مش واحد بوطننا العربي وهذه سياسات عالمية منظمات سواء حكومية أو غير حكومية منحكي على جمعيات منحكي على منتديات كلها نيجي منقول المرأة وتمكين المرأة ومستهدف الوطن العربي بجزء لتقافة العربية وبعد ذلك إجت حضارة إسلامية فصار هذا تارغت أو هدف إنه والله بدنا نغير النمط شوية والمرأة نخليها تستمر في صعودها بهذا السلم شوية شوية لدرجة وصلنا بأنه إحنا الآن عم نطلب السترة رغم كل ما قدم ورغم كل المتاح صار الرجل يجي يقولي عمي أنا بريء من هذه الاتهامات اللي توجه إلي بأني أنا معارض معيق عصايا في هالدولاب بمسيرة المرأة بس كفونا الشر وتساوي اللي بدهيها لا مش هي هيك لا 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 مش هي هيك شو رأيك يحكم بيننا جمهور آه وكيد يحكم أنت بتقولي لا أنا بقول لا لا هي مش هي هيك لا مش هي هيك أنا اللي بقول بأنه وصلنا حالة بأنه الآن أي شيء يخص المرأة حتى لو ما كان مثل ما تفضلتي جزء من عدم حدوثه هي المرأة نفسها أه طبعا أكيد مش الرجل صار يتهم فيه الرجل فصورنا ندور على المساترة أنت بتقولي لا مش هيك لا لا أنا بقول مش هيك لا أكيد مش هيك ولا يمكن خلينا نشوف شو بطلع معنا نتاج خلينا نشوف موضوع يعني الحديث بحلقة اليوم خلينا نشوف الاتصالات التي تأتينا ماذا تقول على رقمنا 079 6900 إما اتصالا أو رسالة مجددا كل الترحاب بضيفتنا العزيزة أنا من زمان وعلى مدى سنوات حقيقة أتعامل مع هذه الإنسانة بحكم وظيفتها ولم نجد إلا خيرا على امتداد السنوات فبالتالي يعني بجوز حتى لما يطرع الاسم كان بلقاء عبر الهاتف تلاقي المتابع يشعر بالارتياح في اتصال خلينا نأخذ الاتصال دكتورة ونسمع ألو نعم عافية عافيك طويل عمرك أستاذ زيار هو بالنسبة للمرأة أن تتعلم أو تشتغل أو شي ما في عيد بس في مشكلة أنه أحنا الشاب الأردني اللي هو المرأة مرات تشوف حالة عجوزة أنه أنا إذا بشتغل هي أنا بصرقى البيت هي شابها زيك مظبوط أستاذ زيار لا مش مظبوط ومش هذا موضوع أنا نادر نادر إحنا منحكي بجزء خاص جدا المطالبات المطالبات بدوام تمكين المرأة حق وكل الدول تسعى له ولكن وصلنا إلى مرحلة لأنه إحنا الرجل الشرقي وخليني أخذ مثال الرجل الأردني عم بيمشي بالأمور بمساترة حتى لا يتهم يعني يعني صار في عنا تحسس وخوف من أنه إذا ما قال رأيه وأبدأ تحفظه نوعا ما إنه بيقول لك ولا يا أخي هذا ضد المرأة صار في عنا تحسس الدكتورة بتقول لا مش موجود هذا الكلام مش بالصورة اللي بتحكيها يا ياسر انسور فقلنا الفيصل بيننا متابعينا طيب أشكر مشاركتك ناخذ الاتصالات الواردة ألو نعم ألو صباح الخير صباح الخيرات يا أهلا وسهلا عافية أستاذ ياسر يا مرحبا يا أهلا يا أهلا يا أهلا سلمان عكروش معاك أهلا ستة يا مرحبا طبعا موظفة وأمرأة عاملة ومتزوجة يا مرحبا بس حابي أعقب بشغلة صغيرة حكت الدكتورة أنها تعمل المرأة أحيانا توضع في دائرة وتفضل نفسها في هذه الدائرة خصوصا إذا كانت مرأة عاملة يعني إحدى القطاعات سواء قطاع حكومي أو قطاع عام بس لو سمحتي دكتورة يعني حكيك أكيد رائع وبتحكي صحيح مية بالمية ولكن إحنا نخفل شغلة جدا مهمة أحيانا في عمل المرأة لا ترغب أن تكون في هذه الدائرة المغلقة ولكن يتم إقصائها بالأسف إحنا بتكون المرأة متميزة بشغلها بتكون مضعة وبالقطاع الحكومي والقطاع الخاص لكن ما تتعرض له في يتم إقصائها واجهتي هذا الكلام يا ستة سوزان إحنا برنامجنا اسمه بصراحة ونتكلم فيه بكل أريحية ستة سوزان واجهت سبل عوامل إقصاء وشو كانت هذه العوامل إقصاء من العمل إقصاء اللي أنت بتحكي عنه نعم نعم أحيانا تكون يعني أحيانا أحيانا المرأة بتكون لها أفكارها لها نظرتها لها خبرتها في العمل لا يتم التطرق إلها يتم إقصاءها بكل سهولة ويسر أحيانا الزوج سواء الأخ أو الأب أو الأهل بكونوا على دراية بخبرتها وعلمها وذكائها وفطنتها ولكن إذا المرأة مرات تختاره هي مجبرة أن تكون في هذه الحلقة تبتعد تبتعد عن العطاء إذا أنت بتحكي بالمطلق أنت بتحكي بصفة الإطلاق ما عم تحكي هذا الحاصل أنا بعطيك بس صورة يعني مش من تجربة أنا بعطيك من أكثر من تجربة لسيدات يتم إقصائهم من العمل يعني أنا بدي أتفق معك أنا أوشي تساعد صباحك نعم أنا حكيت يمكن اللون بقى على الجهتين مش على جهة واحدة وأنا يمكن حتى يعني أنا كأمرأة عاملة بالقطاع العام بخمسة وعشرين سنة نعم تعرضت نفس الضغوط اللي أنت بتحكي فيها نعم المجتمع إحنا في مجتمع ذكوري الرجل هو السائد وبندا نعترف هذا الحكي ما شأن أبينا هذا هو الموجود وموجود طريقنا إنه إحنا نوصل في مقدمة في الصف الأول مع الرجال برضوها كمان طريق موسهلة حتى نتبت موجوديتنا الإقصاء نعم موجود فيه إقصاء وفيه تكتلات لأنه أنا دائماً بحكي فيه مجتمع ذكوري بجتمع مع بعض ممكن يجتمع في سهرة يجتمع على غدوة وإنتو ما شاء الله عبارة عن ملائكة لا لا أنا ما بحكي عن ملائكة لكن المصالح أنتو ما بتمارسوا سياسة إقصاء لكن المصالح لا المصالح يعني فيه مصالح تتكاتف يعني ما بقدر أنا أنافس أنا ما بقدر أدخل فيها الحلقة أو أدخل فيها المجتمع الذكوري إلا إذا كان عندي وأنا دائماً بقول المرأة عندها ذكاء ذكاء عاطفي بتقدر تتعامل وتشغل عقلها وقلبها والمرأة اللي بتأكد تماماً ما بتكون وصلت في موقع قيادة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام أكيد تعرضت لضغوط وضغوط وتحملت ووراها كانت عيلة ويمكن كان فيه رجال كمان دعمينها يمكن من زوج ولا زوجة طيب خليني أنت والست سوزان أنت والست سوزان عفوا عفوا أنا بديش أقمع ومش خصدي أقطع كلامك ولكن أي جمعية أو مؤسسة تعنا بشأن المرأة كمجتمع أنثوي الآن يحاول الرجل أنه يدخل بهذا راح يتمارسه عليه سياسة الإقصاء نفس الشيء لا إقصاء يعني مهي مجتمع مرأة لا أنت طبيعة طبيعة بغريزيتها لا يوجد أنت طبيعة اللؤم لا الله لا 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 الله يرضى عليك المرأة المرأة بطبيعتها كأم حتى إنها بالناس يعني إحنا نكون في زاوية الأمومة المرأة بطبيعها هي معطاقة يعني لا تقصي بعدين إحنا لا لا كلمتك لست سوزان بغض النظر عن تفضل لا كلمتك عفوا يعني مع كل الاحترام وواقف تماما ويعني عليها مية علامة تعجب المرأة ليس عندها خصلة اللؤم لا هلا شوف هلا اللؤم خصلة هي بتحكي بالمطلق لأن المرأة بعض يعني يعني معطاقة لأنها أم لأنها أخت لأنها زوجة دائما طبع الحنية موجود فيها ولما بدها تفكر بتأخذ قرار حتى في بيتها حتى لو ما كانت بالزوجة بتفكر 360 درجة بكل اللي حواليها ولا يمكن تفكر بفردية هلا احترامي أنا مش عن أنا أنا متأشوف أنا من الشخصيات جدا يعني مع المرأة لا لا ومع المرأة لأنه هي المرأة بتتعارض مش لأنها أضعف أنا ما بحبش تكون أبس تتهمونها باللؤم شو يا سيد سوزان لا لا هي ما تتهمتك باللؤم قلت ما عندها الصفة لا ما هي ما عندها عكس النتيجة هو الحاصل بالطرف الآفة هذا عدر وصل للنتيجة يعني خلينا المصطلح نغير معنى المصطلح يعني مش بيقصد اللؤم في العطاء المرأة بيقصد بيقصد اللؤم في التعامل في المرأة بطبيعتها بعطاء المرأة بطبيعتها في التعامل ما في عندها يعني لا يوجد عندها حدية في إقصاء سواء زميلتها أو إقصاء الرجل أسألك سؤال تضل والدك الله يخليه ويحفظه الله يرحمه ويرحمه في جينانه لم تجدي عنده ما تتحدث عنه من خصال موجودة في المرأة من عطاء من دعم من إلى آخره أكيد أكيد أنا ما بحكي طب ليش أنا 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 بلاقيها بالعمل بالعمل إجمالا أستاذ ياسر بالعمل ما هو العمل مرتبط ببيئة وإحنا أول ما انطلقنا بالحديث مع الدكتورة قالت بأنه دور الأب مثلا والعائلة والأخ والزوج قديش بيكون داعم ما هو مربوط فيه فيه طبعا دور الزوج أول دور يعني خص المرأة المزوجة العاملة أول شريكها أول واحد داعمها سوزان أمعليش تسمحي اللي أجابه الأخونا ياسر هي تقصد كان موضوع المنافسة اللؤم في المنافسة بمعنى دائما أنا بقول المرأة يعني في مكان العمل يعني أتعامل كمعاملة مرأة لكن عندي الحساب أحاسب محاسبة رجل وهاي هون المشكلة الله يسلم ثمك هذا هذا الشيء صحيح الصحيح الواحد ما بيقدر يقول عنه هذه نقطة جدا مهمة ست سوزان أنا بشكر مداخلتك أثرتي عدة أمور وبجوز يعني مش حلقة اليوم ولا ثلاث حلقات يكفينا على ما أثارته الموضوع أرجو أن لا يؤخذ شخصيا ولكن أنا محكيم لا لا مش شخص أحنا مليحكي بشكل عامل وجهتي نظر طبعا أكيد ويا ما رح نسمع الآن وجهات نظر إحنا قلنا أنه في المعادلة فيها طرفين بس اللي تفضلت فيه أخيرا هذا مؤلم هو هيك هو أنا متأكدة كل مرأة وتعامل معاملة مرأة وتحاسب معاصلة نعم وهذا الواقع ليش نحن نحكي لا هيك هذا مؤلم وهذا يمكن لبعلم كثير من السيدات الأردنيات أكيد طيب دافوا عن حالكو يا زم إحنا كنا نقول على أساس والله أنتو مساتر أماشين والحيط الحيط برضو طلعتوا وعني الحمد لله اللي زبطتها بالأخير أنه اللقم مش مربوط فينا ناخد اتصال آخر لا أكيد أنت أخوانا وعني زجاننا وابهاتنا ناخد اتصال آخر صباح الخير يا عطيت العافية يا صباح الخيرات يا أهلا وسهلا صباح الخير دكتورة صباح الورد أنا مع الدكتورة بأنه بنسبة لحكي أنه المرأة بتتحاسب وضع العمل بتحاسب كوضع أنثى أما وقت المحاسبة اللي كبيرة بتكون كوضع رجل صح أنا لأنه اشتغلت برا وجربت وكنت بأوضاع كتير مش حلوة يعني حتى بأنه يعني الشغل برا صعب وما في هلا إنه زلمة إنه بيقول إنه خاور بتتتغل المرأة عنه لا الزلمة أصلاً بتطلب قبل الزواج إنه مرأة عاملة لأنه الحياة صعبة نعم صعب مضبوط هي الحياة شوفي هي تعاون بالعكس إحنا مع الرجل وإيد بإيده بنقدر نبني وبنقدر نعمل وبنقدر نسوي لكن إحنا بنقول بالآخر إحنا معاكم في الآخر خلونا يعني على الأقل عند وقت الحساب نعامل كالمثل وليس نعامل بأقل درجة أو بدرجة ثانوية خلينا نقول عند الحقوق والواجبات حقي زي حقك واجباتي زي واجباتك فليش في الآخر يعني أنت وقت المحاسبة بتحسوا بأنه المعايير التي تطبق خلينا نقول فيها تباين نعم نعم أكيد ولا أنتوا بتشكوا إنه لأ عند المحاسبة لا تحاسبونا زي ما بتحاسبوا الرجال لا يعني أنا بدي أضرب مثال يعني ما بدي أضرب المثال شكراً يا هم كرم على التصوير حادثة جرش أوكي يعني هلأ أوكي المجتمع كله متعاطف مع المرأة اللي اللي ثقوا عينيها وراحة راحة وتوزوا أهم إشي اللي ممكن جريمة شنيعة اللي ما بتقدرش تعيلها لأولادها يعني نية بالبعوة وتشتتت العيلة كلياتها يعني أكيد كان مش تفكير صحيح ولا تفكير عقلاني اللي قام في زوجها بس هي يمكن كانت تتحاسب إنها اسكتي أنت مرأة اللي صح لك ما صح لغيرك أصبري لأنك مرأة معلش لأنه ابن عمك معلش لما بتجي لو أنه رجل كان في نفس الموقف وكان مرته متنمرة على فرض يعني راحكي متنمرة لأنه لا يمكن تكون المرأة بسوية إنها تكون متنمرة أو ما كانت تقوم بواجباتها الزوجية أو عندها أي مسلك آخر الكل كان راح يصف معه ويحكي له أتركها حتى لو بنت عمه حتى لو بنت عمه حتى منابر إعلامية وأنا فيما يخص موضوع جريمة جرش بالوصف الذي وصلنا جريمة شنعاء لابد أن يكون فيه هناك فعلا خلينا نقول إجراءات حتى مثل هذه الجرائم لا تذكر الله يعني أنا بتمنى على القضاء إنهم يخذوا الأثر اللي أثر للجريمة على المجتمع وعلى أسرة مية بالمية وهذا موضوع تشريعي بس أنا أروح أحكم علينا بارح كانوا بحكوا بتشديد العقوبة وهذا أمر من صلاحيات القاضي أو المحكمة ولكن أنا بقول المنطلق والأساس هي جريمة ليش أخذت بعد آخر وأخذت هذا الصدى لأنه طبيعة الجريمة من شخص لشخص آخر يعني مش بعيد عنه زوجته أمه أولاده اثنين القدرة على فق العينين مثلا وشغلة غريبة لابد أنه يكون فيه أمر مش سوي في مخ إنسان بس هل تعلمي وأنا الآن بدي ناس يجاوبني إنه إحنا كلنا كمجتمع أردني أخذنا الرواية من طرف واحد وبنينا عليها سيدي حتى لو كانت من طرف واحد بس لا يمكن لا يمكن مهما كانت هل هذه عدالة؟ لا معلش حتى لو كانت الرواية من طرف واحد أنا لا يمكن لا يمكن أرضى حتى لو شو ما كانت عاملة هي لا يمكن أرضى أن تكون النتيجة أو المحاكمة من قبل الرجل إلها أن يفق عينيها موضوع آخر ممكن يطلقها موضوع آخر أنت بتتحدثي بالجريمة بحد ذاتها ولكن مفهوم العدالة يا دكتورة مربت ومتابعينا الكرام ألا يختل عنا بأنه إحنا بمجرد أخذنا وجهة نظر واحدة من طرف واحد نتذكر قصة سيدنا سليمان؟ نعم أوكي؟ كيف لما إيجا شخص نعم سعصا هل بدي أشوف الشخص آخر طلعه وله أسقم منه؟ بس هي ما عملت معه إشي يعني أنا بعاد بناء على شو أنت؟ أنت شو قررتي؟ كيف أنت بتقدر تقولي هي ما عملت معه؟ لأنه ما عنده ضرر يعني أنا أعطيني الضرر استناداً على إيش؟ استناداً على إيش؟ استناداً على إيش الدكتورة مربت وكل نساء الأردن ورجال الأردن وإعلام الأردن بيجي بيقول هي ما عملت إشي وساوى هيك إحنا كلنا ضد الفعل اللي قام فيه ولكن مين إحنا؟ وشو سمعنا؟ وعلى إيش استندنا؟ بحيث أنه نيجي نقرر ونقول إحنا حاكمنا على الفعل وليس حاكمنا على ما في يعني ما حاكمنا على موضوع إنه شو الطرف الثاني عنده رواية إحنا منحاكم على فعل قام فيه ضد مرأة ضعيفة من مثل نأتي من طرف واحد من طرف كانت تترجاء إنه حسب روايتها وروايت أخوها حتى أخوه لما طلع كمان في فيديو لأخو طلع على أنا ما بدي أدخل فيه تفاصيل لكن الرواية إنه ما بيصير حتى لو ما شو ما كانت مقصرة فيه في واجباتها خليني أنا أنا بدأ أفترض أنها مقصرة لا يمكن أن تصل فيه الجرأة إنه يفقى عينها أمام أطفالها أنا معك بس وأشد العقوبات مطلوبة ما فيه رواية أخرى ولكن ولكن من يستطيع أن يقول بأنه الرواية التي ذكرت هي الرواية الصحيحة بكل تفاصيل طب ليه أنا ما شفته شوش متضرر ما شفته مضروب ما شفته مكسور إيده ما بحثته ما بحثنا ما بحثنا إحنا أخذنا رواية وبنينا عليها مش ضد ولست مع تخفيف العقوبة والأكس لابد أن يكون فيه هناك اتخاذ لأشد العقوبات ومثل ما تفضلتي يكون فيه عندنا نقطة ننطلق منها تشريعيا تشريعيا بكبح مثل هذه الأمور الأثر كبيرة على المجتمع يبدو بأنه عدم الخوف من العقوبة يدفع الجانح البني آدم اللي عنده جنوح جرمي أنه يسيد أنه يرتكب جريمة ولكن اللي إحنا منقوله أنا بدرس بسلوك مجتمعي سلوك كلنا أخذنا رواية من طرف واحد وبنينا عليه لا يعني الرواية لا تقبل من طرف آخر بدام الطرف الأول متضرر جدا 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 برضو نختلف أنا والدكتورة ميرفا تمهيرات في الرأي وهذا لا يصدلت قضية الفكرة نرى ببساطة وحليناها أنا ودكتورة ميرفا تحت الهواء الموضوع أنه لا يوجد ما يبرر الفعل اللي كل المملكة ضجت عليه بجوز كل العالم هذا مهما كان السبب مهما كان وتقيلته أنه لأبعد حد يخلي شخص وصفه إنسان ينزع الصفات الإنسانية كلها ويقوم بهذا الفعل مهما كان السببب لكن إحنا لن نحكيه كالتالي فكري كالتالي بأنه ما هي مصادرنا للرواية إحنا كلنا كمجتمع أردني حتى محطات الفيزيونية وضرامج إعلامية لناس كبار مرتبين تبنينا وجهة نظر طرف فقط وبلشنا نصدر بالأحكام هنا أسجل تحفظي على مخالفة مفهوم أساسي اسمه العدالة العدالة أنه لا بد أن يكون في عنا روايتين مش تبريرا ولكن على الأقل استئناسا وتيقنا من مصادر روايتي وأشكرك هذا اللي كنت أحكيه أنه نحاسب محاسبة ردل ونصل في الآخر أنه أنت عند الحساب زي بعض نقطع على السطر خلينا نسمح الاتصال الوارد ماذا يفضي عبر رقمنا بواسطة زين على 079 6900 نأخذ هذا الاتصال ألو نعم صباح الخير سعاد ياسد صباح الوارد أنا دكتور صالح البركات كيف حالك؟ أنا دكتور صالح أنا بشكرك وبشكري دكتور مرفت يعني إذا اتكرمت فضل يا أهلا وسهلا الله يسلم أخليك أنا بدي يعني أنت أبدأ من حيث انتهيت بما يتعلم بالجريم النكراء اللي ارتكبت بحق المرأة في جرش وهذه يعني حديث الشارع الأردني وسائل التواصل الاجتماعي احنا كنا نقر ونعترف أنها جريم نكراء بشع ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا لأي لحظة أن المرأة أن هذه الجريمة جريمة فردية لا تمثل حالة الرجل في تعاملهم صحيح نعم صحيح المرأة الأردنية ما زالت مرأة مقدرة محترمة مكرمة معلشانها لدى الرجل كأم وأخت وزوجه وابنه ولا يمكن لأي شخص أن يعمم هذه الظاهرة ويقول أن هذه واقع حالي المرأة الأردنية يسلم ثم والله يا دكتور صالح بأنه كان فيه عتب كبير داخل نفسي على إخوان وزملاء تناولوا هذا الموضوع إما كتابة وإما عرضا إما شاشة وإما مذياع تناولوا هذا الموضوع لم يستطيعوا أن يضبطوا سير الحلقة وسير الحديث بحيث أنه كل من سمع تخيل بأن كل أردني ذكر يمثل هذا الشخص بهذه الطريقة طب أنا بحق لأغار على بلدي وإبن بلدي وأن المرأة الأردنية أمرأة مطموعة هذا كلام عارع شكرا المرأة الأردنية أنا لو بدي يعني أعطي قرار بقول هي رقم واحد في التكريم وفي الاحترام وفي التوقير شكرا يا دكتور المرأة لها كلمتها داخل الأسرة الأردنية وتعيش حالة عامة من الرضا والسعادة لكن هذه الحالات الفردية يجب أن لا نقبلها أبدا وأنا بجوز من أسبوع على صفحة هذا الموضوع رغم المعارضة الشديدة ولا نبرر لكن نقول أن هذه الجريمة جريمة فردية بالمقابل أخو يا سر قد ترتكب المرأة جريمة بحق الرجل ولا يتم التركيز عليها قبل ثلاثة سابيع ارتكبت امرأة جريمة بحق زوجها وسمته وبالاستفاق مع شخص وبعد ذلك يا سيد العزيز يكتشف هذه الجريمة هل معنى ذلك أن نقول أن المرأة مجرمة وبحق شكرا وقاتلة لا شكرا طب المتابعين المتابعين الأكارم بأيدوني ولكن هذا الكم من التعاطف والغضب تجاه الجاني والتعاطف مع المجنية عليها وكل الناس عم بتحط ايدي بيدي مشان تساعدها تعاطف مع هذه المرأة تحديدا مش صبغ لصورة بأنها تجاه المرأة الأردنية كلام سليم 100% دقيق كلام أول شيء هذا التعاطف هو يعبر عن حالة إنسانية صحية يعني لو صارت هذه الجريمة ليس بحق امرأة أردنية بأي امرأة سنتعاطف معها ولكن هناك طب لو صارت مع ضد رجل دكتور يعني لو رجل فقع عيني رجل حتى لو رجل سنتعاطف مع الرجل سنتعاطف مع الرجل ولكن أنا بقولك لو كانت مع الرجل لن تتعاطف مع المنظمات النسائية كما يتعاطف يسلم ثمك بالله يا دكتور يعني يعني ردا تعقيبا على دكتور صالح تعقيبا على دكتور صالح أشار إلى جريمة قامت فيها زوجة بأنها سمت زوجها تستتل السم ومات أوكي الآن ليش إحنا ابتدينا الحلقة منقول بأنه يا جماعة إحنا منحكي قاعدين عن جبهات خارجية وداخلية منظمات موجودة بيناتنا آراء مختلفة قاعدة بتفرجي بأنه نحن في مجتمع قمعي جدا للمرأة أي شيء بخص المرأة يظهر ويوجه والأمر اللي بسجل فيه عتب كبير على كل إعلامنا الأردني بأنه إحنا تبنينا حالة دون أن نتوخل عدالة إحنا مش مع الجريمة ومع تشديد العقوبة بفثل هذه الحالات إذا ما ثبتت ولكن كيف نستطيع أن نقنع أنفسنا بأنه إنسان ناس أسوياء إذا ما كنا نستند إلى رواية من طرف واعد كيف نستطيع أن نقول نحن مجتمع ناهض مجتمع نتجه إلى الحضارة إلى التقدم إلى بناء دولة إلى تقديم شيء لأبنائنا وإحنا ناس الرأي والإعلام والتوجيه يلعب فينا يمين الشمال بس خلينا نرجع دكتور صالح البركات أشكر إضافتك شكرا بارك خلينا نرجع عن شوي ونقطر الموضوع يعني مش موضوع أنه جمعيات ويمكن فيه بالعكس رجال كثير وجمعيات الجمعيات مش محصورة بالنساء لا أكيد وقيادات رجالية يمكن كانت ضد الموضوع هلا يمكن زي الحادث اللي تفضل فيها الدكتور صالح ست قتلت زوجها وفيه كثير زلام بقتلوا نسوانهم حدثة طبيعية ممكن تصير في أي مجتمع واحد بقتل واحد ما فيه أي مشكلة بتصير بتصير وبتحولوا للقضاء لأسباب ممكن أنها تدرس في القضايا وفي المحاكم وتبرر لكن المشكلة هون اللي آثارتها هاي القضية أنه فعلا والدليل أنا أبدأ أضرب لك إياها واسمحوا لي وعذروني إذا بدي أحكي على الهواء لأن هذا رأيي شخصي أنا كاميرفا تمهيرات مدام لغاية الآن نرضى أن ننتخب بكوتة وليس بانتخاب طبيعي ويكون إلي حق وأطلع زي زي الرجل فمعناها لستني أنا أقل بس ليه أن تخب بكوتة لازم نرجع لواعي مجتمع من قلبي بصفق احتراما لما تفضل لأنه لازم نرجع لواعي مجتمع هذا النرجع نحكي فيه المجتمع يجب أن يعي تماما بدور وأهمية المرأة المرأة مش ثاني المرأة زيها زي الرجل في المقدمة التنين مع بعض بشتغلوا زي بعض أنت بتبني وأنا ببني أنت بتشتغل وأنا بشتغل التنين منطلع الصبح على شغلنا التنين منقوم بنفس المهام أنا ليه أرجع أشتغل في مجتمع لسه ينظر للمرأة نوكوتة هاي المشكلة عشان هيك يمكن الكل تعاطف لأنها المرأة ضعيفة يعني هاي القضية اللي أثرها فعلا بيّن أنه فعلا إحنا ضعاف ضعاف بحق نفسنا والمجتمع كمان ضعيف فينا كمان شكرا شكرا متابعينا الكرام يعني حديث في سخونة ولكن حديث بصراحة موجون وعادل ورأي رأي نابع من قناعة ومن موضوع أكبر أكبر بكثير بدوائر مما يعتقد البعض بأنه بس محصورة والله بمنافسة رجل ومراحنا منحكي بسياسات ومنحكي بثقافات أشارت الدكتورة لموضوع الكوتا كم من نسائنا راضي بأنه مع كل الاحترام والتقدير لمن تم انتقاءه عبر الكوتا ولكن كم من نساء الأردن يعتبرنا بأن من خرجنا بنظام الكوتا وجلسنا تحت قبة يمثلنا القطاع النساء الأردن هو التشريع والقانون الانتخاب قانون الانتخاب كرام عم نوضح وجهة نظرنا شوي شوي وعم تتضح الرؤية ما القصد من وراء ما نتحدث فيه شوفوا المواضيع اللي تلقلنا إلىها وهذه جماليات حلقات الخميس أنه احنا نأخذ ونستقبل ونتشرف بضيف بضيفة رغم أنه الخميسات أنا عم بركز على الذكور لا والله بغاية الآن الخميس ما أخذت ولا واحد من إخواننا الذكور حاول أخذ الرأي لأخذ فمتكي احنا متفقين يعني ما في احنا متفقين على أنه فيعن المرأة بحاجة لا تأخذ حقوقها كاملة لها دور لها دو وتأخذ حقوقها كاملة بس في طعم خاص يعني بتصوري احنا ما منستطيع أنه نحققه نضيفه لهذه الطبخة فلابد من وجودها نعم لمستها صوتها رأيها ولاحظي أنه أنا وإياك اختلفنا فيه كده نفصل طبعا تكيد وهذا صحيح هذا شيء صحيح نعم صحيح نأخذ الاتصالات وأرجو أن يكون اتصالات سريعة حتى نعطي المجال لكل محاولي الاتصال والدخول والمشاركة بهذه الحلقة هاتفنا 07-6900 سامية أهلا وسهلا بالجميع أهلا نعم أهلا صباح الخير صباح الخيرات كيفك أستاذ يا رب معك ويداد خميس من دبي أهلا ست ويداد يا مرحبا بك أستاذ زيتر أنا ما بديت أطول على المكالمة أنا باتفق معك أنه لازم يكون المحاسبة للطرفين وأتفق أنه هذه حالة خردية في المجتمع المراردني مش حالة على طول موجودة برضه لازم نكون عارفين إحنا أنه المرأة معرضة للعنف في كل مجتمعات العالم مية بالمية لكن برأيي أنا السبب في المسير أنه المرأة تعرض للعنف في بعض الدول العربية السبب الأهل كيف يعني أنه البنت لما تتزوج أنت أهلك تجداد وزوجك وبيت زوجك وبدك تتحملي وإحنا ما عنا البنتيجة حردانة أو مطلقة ومن البيت زوجك للأذر وما في حد منها الكلام هات فهي بيخلوها أنها تكون أصلا ما عندها أي سبب أنها ترجع لأهلها أو أنها تشكي أو أنها تحكي إيش أسكتي يسعد صباحك بيقولوا لك أسكتي أنت مرأة صح؟ ولي صح لك ما صح لغيرك أصبري كلياتنا صبرنا وأنا أعتقد أنه هاي الكلمات اللي بتنحكي لكل بنت وست بتزوجة ممكن تتعرض للضعف والظلم والظيم خلينا نحكي بالأردني عشان تسكت عن حقها خلينا نحكي بس مش أكتر بس أنا مع الأستاذ ياسر في شغلة إنه لما حكي عن الستة اللي تممت زوجها أي إنسان بقتل أي إنسان نازم يعمل بالمثل طبعا صح يعني أنا مع الأستاذ ياسر شكرا دكتور إنه إحنا دائما نلقي اللوم على المرأة إحنا نلقي اللوم على المجتمع ستي ستي يعني لأنه على المرأة حساسة و عم نحكي قاعدين بمبادرات كثيرة بالعالم كله بالعالم الآن الأميركان اللي حسب ما هم بوصفوا حالهم بأنهم الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم لغاية الآن في قوة تمنع وصول امرأة لسدة الرئاسة هذا الموضوع الجندرية موجود في كل العالم ولكن اللي إحنا منحكي ما نبالغ إحنا لمجرد إنه صار قضية تتعلق بمرأة نضخمها بطريقة ما ونسيسها بطريقة ما إحنا اللي بنحكي قاعدين اللي تفضلت فيه دكتورة ميرفت إنه إذا وجدنا في عنا خلل نبحث عن تشريع يقاوم هذا الخلل من أساسه حضرتك دكتورة وداد يعني تعنت وتكلمت من الإمارات بتقول لك طب أنا الأم لما بتربيني بيتك يعني لما الأبو بيجي بفخر قدام نسيبه أنا بنتي مربيها تطلعي من بيت جوزك شو هالضغط النفسي اللي بنحط بناتنا تحتيه الأم الضعيفة بتردولت ضعاف أنا بطلع بنتي لشخص انتقى إنها كريمة من بيت كريم إما يكرمها أو تسريحهم بإحسان نحلت ناخد تصال آخر ألو نعم ألو ألو صباحا خيرتي صباح الورد يسعد لي صباحا يسعد صباحا دكتور وش دي مخامرة بيحكي يا هلا دكتور يا مرحبا أهليك أخبار تقنالك جدا يسعدك تشتاقلك العافية حبيبنا بدي على أعجالي قبل ما أحكي في الموضوع المرأة والمجتمع العربي بصورة عامة بدي أشكرك على جميع درحاتك اللي أنا عامل عنها دراسة خلال الأشهر الماضية أها وح أزلدك فيها قريبا والله أتشرف إذا أنت ما بتلاحظ حالك ليش إحنا ننتبه إلى برنامجك وما بنسمع غيره في هذه المرحلة طب خلاصة سريعة يا دكتور ليست مدحة لو كان رأيي مخالف لكنت أبديت رأيي فيك فيه أماني مطلق والله أتمنى هذا وذاك بالعكس طيب يعني المواضيع التي تطرحها هي مواضيع أمينة وتدعو إلى إصلاح إصلاح وطرحها يؤدي إلى حل المشكلة من جذورها أعجبني جميع هذه الطرحات سواء عن الحكومة وتشكيلها في المرحلة في هذه المرحلة وجراتك في الطرح الخلاط المبدع وأعجبني طريقتك في طرح موضوع الجريم اللي صار في المجتمع الأوسط غير هم من مواضيع أنا نسجلهم وعمل لك ملاحظات والحظة الله يا دكتور يعني أنت أثرت الحفيظة وأنا متشوق بس أنا بدي أوعد إخواننا نستضيفها كون وننشرها هذه أجللنا الجرس إذا سواحت شوية أنا أعمل لك دراسة كاملة في أخلاقيات برنامج جاسر انسور لنوعية طرح المشكلة وحلها في المجتمع حظرتك سويت هذه الدراسة بناء على أكاديميا يعني تحليل أكاديمي مثل خطيب المسجد المهزد المتربي على أن يثير مشاعر أخجلت تواضعنا يا سيدي أخجلت تواضعنا يبارك بعمره أنا متشوق جدا يا سيدي لهذه الدراسة وخصوصا أنه زي ما تفضلت أنا بتقول أكاديمية يعني مبنية على بدنا نشارك فيها دكتورة مرفت كمان نبعثي لها نصر طبعا أكيد بتشرف طيب تفضل يا سيدي في طرحكم مع الدكتورة يسلمك طول عمرك أولا الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب العرب صحيح وأنا ضد أن تهاني المرأة في المجتمع في كل المجتمع كل رجل سوي ضد نعم طبعا نحن نحتاج إلى أصلاح مجتمعي كامل سيدي صح نحن نحتاج حتى نصل أن المرأة تأخذ حقها وواجباتها وتصبح رئيس مجلس نواب رئيس وزراء لا يوجد تشريع أخلاقي أو قانوني جميعنا أمام القانون سواء مه لا يوجد أي تشريع ديني أو أخلاقي يمنع بأن تكون المرأة قائد لمسيرة وتحاسب كما يحاسب الرجل مه تحاسب بالمطلق كما يحاسب الرجل أنا لا أعمم على مجتمعنا الأردني جريمة تحدث ورغم أني ضد محاكمة هذا المجرم أنا لأنه ارتكب جريمة حقيرة جدا وهي أنه حرم إنسان من عيونه يعني يعني أنا لو دي أحاكمه كطاضي رح أقول له سيدي أنا بدي أحكمك بأذل بدي عيونك السنتين أحطهم لبرك شكرا إلى كان لم نحكيه يعني هو عقام بفعل جريمة لا إنسانية بس ولكن أنا مع أنا مع أستاذ الحبيب ياسر انصور لأن ذلك لا يعمم على الرجل الشرقي في المجتمع الأردني لأنه في الرجل حضاري ورجل يحترم زوجته ويحترم أمه وبار بوالديه إذا حدث مثل هذه الجريمة يجب أن يحاسب عليها كل من يرتكب جريمة لا يحق له أن ينهي حياة إنسان ولا يحق لواحد إنه يتزوج والمرأة تكون خادمة في بيته أنا لو أنا عندي بنت بكرة كبرت وتزوجت وكان زوجها مش محترم معها تتطلق وتروح لعندي إيش المشكلة إيش العيد هل هي مجبرة أن تتحمل تتحمل الأذى وتتحمل الضيم وتتحمل القهر لا غير مجبرة هي من تعلم الناس وفي تشريعات قانونية ومجتمعية ودينية ونحن عرب شرقيين نكرم المرأة ونحترمها ومشاكل المرأة عامة في كل مجتمعات العالم لكن الملخص البسيط وأنا أسف للإطالة نحن بحاجة إلى إصلاح مجتمعي كامل حتى تأخذ المرأة دورها وأعيد وأكرر على نقطة أنا لا أحبها في الانتخابات الأردنية وهي موضوع الكوتا ما زال المرأة توضع في خانة الكوتا ما زالت المرأة لا تأخذ حقوقها الكامل والمطلقة أنا أتفاق معك يعني باعتبار الكوتا كأنها المرأة هي أقلية ويجب أن تمثل لأنها أقلية وليس نصفة المرأة احتياج خاص احتياج خاص نعم إذا وصلت المرأة إلى موقع المسؤولية كمديرة أو رئيسة وزراء للأردن مثلا يجب عليها أن تحاسب كما يحاسب نتفاق معك أبدا لا أحادي يختلف بدي أشكرك جزيلا الشكر على مداخلتك القيمة دكتور واجدية المخامرة نحاسب كمحاسبة رجل يعني ما أحد يحكي أنه محاسبة رجل حالية كرام كما نقدر يعني تقدير متابعينا ومحبتهم للمحتوى وكما إحنا سياستنا دائما حتى عن طريق انتقالنا لضيوفنا لا بد أن يكون فيه هناك مستوى لا يقل عن مستوى مرضي وخاطب العقل فكل الشكر والتقدير لهذا الدعم والدعم يأتي من خلال رعالي برنامج بصراحة راعي رئيسي شركة زين ورعاء مشاركين إخواننا الأهلية لتمويل المشاريع الأصغر إخواننا بسي اف آي شركة جو بيترون الأردنية وطبعا إحنا منحكي قاعدين بالتنمية والتمكين ومنحكي على المشاريع وبالذات في المحافظات اللي بعيدة عن العاصمة عمان اللي الناس تعتبر بأنه الفرص فيها أقل إخواننا بالأهلية لتمويل أو للتمويل الأصغر يوم الأثنين سيكون هناك افتتاح لفرع وهذا فرع مهم جدا موقعه في مدينة جرش لخدمة جرش وأهل محافظة جرش وبرضو كمان يكون قريب منها المحافظات الأخرى فبالتالي يعني شركة نعتز فيها ونفتخر وتساهم برعاية برنامجنا لما تفتتح مثل هذا الفرع هو امتداد لنجاحات نتمناها دائما وإن شاء الله فروع بكل المحافظات الأردنية هذه الشركة اللي بدأت بتقديم خدماتها منذ عام 1999 من خلال 25 فرع منتشرة في أنحاء المملكة في يوم الأثنين وتحت رعاية الفاضلة لنا البخيت سيكون هناك افتتاح لفرع الشركة الأهلية التمويل الأصغر في مدينة جرش فمباركاتنا ويعني للمهتمين من أهلنا في جرش بإمكانك الحصول على المعلومات من خلالنا أو مراجعة الأهلية للتمويل الأصغر ست أهلا وسهلا مرة أخرى يعني لا 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 نتوانى ونظلنا نقول أهلا وسهلا لأنه حقيقة يعني انتقاءنا دائما بيكون مبني على سبب نعم وزي ما نوهت من البداية بأنه الدكتورة مربة مهيرات الاستفادة ووسع المدارك وحتى وجهة النظر والأيدولوجية هذا ما نحاول أن نبرز أنه موجود في عنا في المرأة الأردنية طبعا فبيجوز البعض بيقول لك مربة مهيرات جبت طب شو دخل الأمانة لا يا عمي الموضوع الأمانة هي العمل العمل اللي بجوز بتخذ فيه ساعات طوال أكيد هو كان جزء من بناء الشخصيتي مئة بالمئة بس بنفس الوقت القدرات والإدراك ونين ماسترز ودكتوراه برضو أفادوا أكيد كله ببني الشخصيتي تعرف أقول لك تعرف أن أول ما بلشت ببداية عملي في أمانة عمان بدأت في دائرة المسالخ كنت طبيبة مسالخ كنت أطلع وأعايل اللحوم نعم فمجتمع ذكوري بحت فهو يمكن تزوق كمان من سقل شخصيتي فيعني بالآخر يعني بالآخر وكله بكون الشخصية العمل بيكون الشخصية دراستك بتكون شخصيتك احتكاك باللي حواليك بيكون شخصيتك البيتك الأم الأب بيكون الشخصية الزوج والأولاد بيكون الشخصية أكيد يعني كله وعشرين سنة في العمل العام في الخدمة العامة نعم في الخدمة العامة بمؤسسة أساسها تقديم الخدمة نعم أوكي يعني أنا ما بحكي على دارة حوال مدنية فيها سجلات فقط لا الأساس تقديم خدمة وجهه أمانة عمان نعم كيف تصيفين من خلال ربع قرن تعاملك مع الشعب الأردني الطيب المحترم؟ أولاً شعبنا الأردني جداً طيب وأنا دائماً بقول مثل فيه بسيط لاقيني ولا تغديني يعني بمعنى بيجي لعندك حتى لو كان لا يمكن تمشي شغلته أو شغلته كثير صعبة أو حتى يمكن تتعارض بس تدخل عليك بوجه يدخل عليك أو تدخل عليه بوجه مبتسم أو تستقبله بوجه مبتسم وتقعد وتشرح له بتفهم الوضع وسحب حاله بصدق يعني ما حدا يقول أنه لا والله إلا بدي شغلتي بدي لا 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 شعبنا الأردني جداً طيب جداً متفهم عنده قدرة على أنه يستوعب كل المعطيات لكن إذا أنا بدي أحرف المسار يمين أو شمال بقدر أحرف المسار يمين أو شمال شعب واعي شعب واعي نعم شعب واعي جداً سهل أنه سهل إقناعه يعني لا سهل التلاعب في عقله والتذاكي عليه لا طبعاً وللا ما كنا مستمرين بكل هالظروف المحيطة فينا وظلينا صامدين وردعنا الباقورة والغمر أكيد إحنا شعب ذكي جداً 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 شعب قادر على مواجهة الصعاب شعب قادر يفهم اللي حوالي ويدير اللي حوالي ويدير نفسه قبل ما يدير اللي حوالي شعبنا الأرديني وحتى مواطن عمان مواطن عمان إنسان ذكي جداً فهم اللي بديه إياه وعارفين بديه يروح لكنه يمكن المشكلة في بعض الأحيان خلينا نحكي كموظفين ممكن تكون مشكلة فينا في بعض الأحيان لأنه منتزمت كتير في بعض النصوص أو متزمت شوي في بعض المعطيات اللي حوالينا شوفه قداش شفافية في طرفه في المعادلة هي احنا اتنين مع بعض خلينا نطلع من هذا الاعتراب ناخذ هذا الاتصال هلو نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحك أستاذ ياسر يا مرحبا بك معاكم المختار محمد بدر الفائز من سبع تنعام يا مرحبا بك أنا بدي أدخل بالموضوع دغري يا سيدي لا ما أكرمهم إلا الكريم وما عانهم إلا اللعيم النشميات بالأردن ونحن وفخر لنا أن أطلق عليهم اسم النشميات لهم كل الاحترام والتقدير لكن هذه الجريمة اللي صارت بجرش جريمة فردية لا تمثل أي واحد أو أي رجل بالأردن جميعا لكن أنا عتبي يا سيد الفاضل على دكاتر الاجتماع والنفسيين يجب أن يبحثوا في أصول هذه الجرائم اللي تحدث فردية يمينا أو يسارا صحيح فأنا يعني من متابعاتي وملاحظات الكثيرة اللي أنا بشوفها ومش جرائم فردية لا تمثل مجتمعنا الأردن واصبحت دخيلة علينا لا نعلم ما هي أسباب دخولها أو وجودها بين هذا المجتمع الطيب الذي نجله ونقدره نجل خواتنا وبناتنا وامحاتنا لأن كل الاحترام والتقدير شيخ محمد أشكرك جزيل الشكر يعني حقيقة هذا إدراك واضح مجتمعي يعني مختلف الشرائح نحن نحكي بشريحة البداوة بشريحة الحضارة المدينة القرية مزارعا راعيا شو ما كان الكل منكر الكل بيجي بيقول لك يا عمي فيه واجب ولكن أنا بتصوري كمان هذول إخواننا ومتخصصين دكاترة علم الاجتماع علم النفس علم الجريمة أنا بتصوري بدهم دعم كمان يعني من المفروض أنه حكوماتنا دولتنا يعني تنتبه إلى هذا أحكي لك يمكن كل الاتصالات لاحظت يمكن لو أخذنا يعني إشي مشترك القاسم المشترك بينهم كلهم كلهم حكوا عن تشريع كلهم حكوا مجتمع كلهم حكوا عن أسرة يعني المشكلة في الأسرة في الأم اللي بتربي على الضعف المشكلة في المجتمع مش قدر يتقبل وجود منافس آخر مرأة مولودة في المجتمع وموضوع تشريع منسفنا جميداته لحماته ورزاته موجودات بس سووا سووا نعم يعني جهزنا الأساسيات الأقطاب اللي ممكن ننطلق منها بس سووا سابعينا الكرام لا أستطيع إلا أن أتقدم بكل شكري وامتناني لمتابعتك الدائمة والتي تجعل حقيقة من برنامج بصراحة شيئا يمثل قيمة على قيمة يعني ما يطرح في قيمة والردود والمتابعة تزيد هذه القيمة وضيفنا يعني زي ضيفنا اليوم ضيفتنا اليوم زادت القيمة أيضا أضعفا أشكرك جزيل الشكر دكتورة وشكرا على هذا الوعي وشكرا على تحقيق هدف دائما ياسر إنسور يحمله في برنامجه بأنه نعم لدينا في الأردن من بناتنا من خواتنا من نسائنا من المرأة التي تشاركنا أكثر من النصف حتى في معترك حياتنا لديها كثير من القدرة لديها كثير من التمكن من الفكر اللي نستطيع أن نقول بأنه إذا ما فعلا كنا محافظين عليه نستطيع أن نفعل شيء نستطيع أن نضمن أجيال واعية إن شاء الله والضمانات هذه كلها بيدرب العباد ونعكس الصورة اللي أنا أمقدها تماما بأنه قدرات المرأة الأردنية فقط تقف عند رط الجميد بطلعه بالسنة أو عبارة عن قطر ميزين زيتون هذول البساويهن قدرات المرأة عندنا تتعدى ذلك وأكثر من موضوع عمل وتولي منصب نتعلم بأنه في عنا فكر في عنا إيدولوجيا نعم فشكرا أنك ثبت هذه الفكرة شكرا أول شيء شكرا إليك وشكرا على الاستضافة وشكرا لملاحظات الجميع أنا بدأ أقول أول شيء أتكلمت بصراحة وبدون حتى ما أفكر يعني الكلام كان يطلع معي بطريقة يعني هيك من مخي مباشرة للساني وكلام من القلب بدأ أقول يعني المرأة الأردنية هي دائما قوية قوية من زمان وهي دائما كانت مساندة للرجل في كل الظروف اللي مرت عليه بكل ظروف التاريخية اللي مرت على الأردن أكيد كان فيه هناك مرأة مساندة للرجل دائما بقول المرأة ما تتنصل من أنوثتها المرأة مرأة كوني إمرأة كوني زوجة كوني أم كوني صديقة كوني أخت كوني إمرأة عاملة الواحد لم يريد أن يكون ذكر لا سمح الله أو يكون متنمر ولا يطلقوها المقولات تقال عن المرأة التي تطالب بحقوقها لا الموضوع ليس مثل ذلك نحن نفتخر أن نكون إناث ونفتخر أن نكون نساء نحن زوجات وأمهات ونربي أجيال لكن نحن قويات نتسلح بالعلم نعم زي ما تفضلت نحن عنا علم ولا يمنع أن أروح وأطبخ وأجلي وأمسح وللعلم أنا أطبخ الصبح قبل مؤطرة الله يعطيك ألف حال لا يمنع أني أنا أكون زوجة وأم قبل ما أكون حتى ونعم الصورة فأنا بقول دائما المرأة الحقيقية هي اللي بتعطي الصورة عن حالها فكوني قوية وتشجعي وديري بالك على حالك لأنه دائما فاقد الشيء لا يعطيه إدارة الذات هي قبل إدارة الأسرة اللي حولكي والأم فعلا مدرسة إذا عددتها عددتها شعب طيبة أو علاقية فأنا بقول دائما أنت لا تخافي المرأة لا تخاف المرأة القوية لا تخاف متسلحة بالعلم والحمد لله كلنا بتعلمات العلم هو ركيزة أساسية لبناء الشخصية وليس الأساس ابحثي عن فرص موجودة قدامك ولا ترضخي ما ترضخ المرأة ما ترضخ لأي سبب إن كان لأنه ما في إشي بخليها ترضخ إحنا أخوات رجال والنشميات ورنة رجال وإن شاء الله بتكونوا معانا دائما نعتز بكن ونفتخر متابعينا الكرام ما سمعتموا والحلقة اللي كانت من الساعة ستة ونص لغاية هذه اللحظة بتشرفنا باستضافة الدكتورة ميرفت المهيرات نائب مدير المدينة في أمانة عمان لأشهون صحية وزراعية نختم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم صباح الأحد بأمر الله والأمور دائما من أفضل إلى أفضل ونفسياتكم أفضل وأفضل وإن شاء الله يا ربي كل الخير لنا ولكم ولأردننا الحبيب الغالي مني ياسر نشور كل المحبة إلى صباح الأحد دمتم بخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر